واش فعلا موريطانيا غادي تتضرر بين سياسة المغرب الجديدة واش اعمار القويرة غادي ضمر نواضيبه ولا هاد السياسة الجديدة والتي تكلم عليها صاحب الجلالة في الخيطاب دياله الأخير غادي تحقق الازدهار للبلدين صاحب الجلالة محمد السادي تحفظه الله تكلم عليه المدد ديال طريق الداهب والتي غادي يربط الموانئ المغربية في الجنوب بدول الساحل والصحراء عبر موريطانيا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم لبناء من قناتكم المتواضعة على مئسكا والتي دائما نتمنى منكم أنكم تدعمونا بلايك تدعمونا بالبرتاج كذلك بالاشتراك وما تنسوش كتابة التعاليق كذلك للإشارة إخواني أخواتي ما تنسوش أنكم تنخرطوا معنا في القناة ديالنا الجديدة اللي سميناها الأخبار بالدريجة قناة وطنية بامتياز كنت تكلموا على أخي المستجدات على كل ما يخص المملكة المغربية الشريفة فرجائي منكم أنكم تنخرطوا معنا ولحد الآن ما زال ما أخدمناش فيها لأننا كنتظروا واحد العدد يكون لبأسة به باش نبدو فيها الخدمة فهذه القناة يوميا قد تعرض للبالغات الكاذبة وبالتالي اليوم اللي أغضل نضو ما نلقوش هذه القناة فغد يلقاوا القناة ديال الأخبار بالدريجة واللي غنتقسموا فيها كل ما هو جديد فغد يتلقوها في أول تعليق رجائي منكم أنكم تدخلوا وتنخرطوا فعلى بركة الله نبدو موضوعنا لليوم فالمغريب أعلن على مشروع طاموح لمد الطريق الوطنية أو طريق وطنية جديدة من السمارة ووصولا إلى المحبس واللي كالتعتبر أقرب نقطة الجدار الرملي العازل جنوبا وماشي غير هدف حسب بل تم إعطاء انطلاقة أشغال طريق وطنية جديدة من السمارة اتجاه أم غالة فهذه الخطة جاءت مباشرة بعد الهجوم الإرهابي على مدينة السمارة المغربية فهنا العصابة دي البوليزاريو تخوفه من هاد الخطوة اعتبروها إنهاء تم للمنطقة العزلة إلى الأبد خاصة بعد تحركات العسكرية الملكية الأخيرة وتبندير المستمر ليتم فيها لك العديد من المرتزقات البوليزاريو خصوصا قياديين بارزين من المرتزقات البوليزاريو فإنه ربطنا هاد تحركات العسكرية والخطاب الملكي فقد نتأكدوا بلي ما غادش تبقى شي حاجة سميتها المنطقة العزلة فهنا السؤال المطروح كيفاش أو شن هو السيناريو واللي غادي تم فيه إزالة المنطقة العزلة فسابقا كانت المنطقة العزلة كاتمتد من الصزاق حتى القويرة وكانت كتضم القرقالات وتم كان المعبر ديال القرقالات يعني حدوديا فقط واللي كيربط ما بين موريطانيا وما بين المغرب فهنا دائما كانوا المرتزقة ديال البوليزاريو كانوا كيديروا منواشات كيصدوا المعبر كانوا البوليزاريو الإرهابيين مستغلين هاد المعبر كيتعرضوا للشاحنة المغربية كيديروا أعمال إرهابية كيصرقوا أصحاب الشاحنات وكذلك هاد المرتزقة كانوا كيصدوا حتى المعبر على أسس أنه مدنيين يعني صحراويين وكيديروا قلك مظاهرة وكيصدوا المعبر فالهدف ديالهم هو إغلاق المعبر أمام الشاحنات المغربية واللي كانت كتنقل السلاع إلى موريطانيا من ثم إلى غرب إفريقيا وحنا عارفين من وراء هاد المرتزقة ديال البوليزاريو فالجزائر هي اللي كانت مراهم باش السلاع المغربية ما توصلش لغرب إفريقيا فكانوا كيوقفوا الشاحنات وكذلك كانوا كيوقفوا حتى المسابقات أو السباقات والراليات وكيعرقوا حركات المعبر لكن هاد الامر أو هاد الوضع مستمر الشياني بزاف فسنة 2020 تم تنظيف المعبر من هاد الانفصاليين ومد الجدار الرملي لتعود منطقة القرقالات والقويرة معبارا دوليا في المغرب نضيف هاد المنطقة يعني القرقالات واحد المدة قصيرة ومن ثم ما عودنا شفنا هاد مرتزقات البوليزاريو قربوا للمعبر ديال القرقالات لدرجة ان مرتزقات البوليزاريو هربوا ونسوا حتى صند لهم فهاد المعبر ديال القرقالات ولي كيربط المغرب بالعمق دياله الإفريقي اليوم هاد المعبر را خدام عليه المغرب اليوم هاد المعبر أو القرقالات فتم تشيد مساجد في القرقالات فناديق ملاعب ديال القرات القدم مقاهي وعدة مرافق أخرى وحتى المغربة بدوا كيمشي ويديروا استثمارات وكينجزوا مخططات هندسية لاش لشيبه الجزيرة ديال مدينة القويرة من أجل ميناء أو من أجل بناء ميناء كبير تجاري وتحويلها إلى مدينة مغربية حدودية لتسريع تبادل تجاري مع موريطانيا ومع كذلك غرب إفريقيا فللإشارة مرتزقات البوليزاريو كانوا سابقا قال لك بصوحة القويرة عن طريق موريطانيا أو بمساعدة موريطانيين ولا صحة تهب نقول واحد المجنسين بموريطانيا وهم في الحقيقة مرتزقات البوليزاريو فكانوا هاد المرتزقات يدخلوا إلى القويرة ويأخذوا تمات صورات وينشرهم في مواقع تواصل اجتماعي على أساس أنهم احتلوا القويرة لكن اليوم دبانا إلى وصلات التمات فغادي تبندر يعني دبانا ما كتزنزن في المنطقة أو في القويرة فهاد المرتزقات قتلهم غير المنطقة العزلة ما بين المغرب والجزائر يعني من ناحية ديالتيندوف أو اللي كيتسللوا من شمال موريطانيا لكن الغاباء ديالهم خلهم حتى هاد المنطقة محرمة اليوم عليهم اليوم التحرك في هاد المنطقة هو محرم فمن لي قال لك علنوا على الحرب اليوم هاد المرتزقات بسبب طائرة المسيرة غير كيقربوا من الجدار الرملي يصبحون هدفا سهلا للقوات العسكرية لكن المغرب اليوم كينتظر غير الإعلان عن أن البوليزاريو هي منظمة إرهابية باش يضم المنطقة العزلة لأن المغرب دائما كيمشي بالشرعية كيمشي بالقانون وهاد الشي بطبيعة الحال رغادي سهم في تأمين فتح طريق الذهب المغربي واللي غادي يمر عبر موريطانيا إلى دول جنوب الصحراء فهذا المشروع غادي يزيد من الانتعاش أو من انتعاش الاقتصاد الموريطاني لأنها كتعتبر حلقة وصل دول السحل والصحراء فهنا غادي نجوّع للسؤال اللي طرحناه في بداية الفيديو واش المغرب غادي يضمر الاقتصاد ديال الموريطانيا بهذا السياسة الجديدة لكن موريطانيا احنا عارفين من كتجيب تخوف ديالها موريطانيا كتخوفها الجزائر لأن الجزائر كتروج أن المغرب يريد أن يقضي على ميناء نواضيبو وكذلك أن المغرب توسعي وبغي يأخذ الأراضي الموريطانيا كذلك تقول الجزائر أو النظام العسكري الجزائري واللي كيروجوا الأكاديب وكيروجوا يعني عدة مغالطات باش يخوفوا موريطانيا على أساس أن بناء ميناء القويرة الهدف دياله هو تحطيم ميناء نواضيبو أو تحطيم وتدمير الاقتصاد الموريطاني فهنا إخواني أخواتي هاد الجزائر الهدف دياله هو تعاكير العلاقة ما بين البلدين خصوصا أن المغرب أو القناة المغربية الرسمية في أبريل 2021 درت واحد روبرتاج كي يخصي الموانئ البحرية واللي غدي يتم بناءها في المناطق المغربية الجنوبية خصوصا من جهة الداخل ووالدهب فتكلموا على إنشاء موانئ أو إنشاء ثلاثة ديال الموانئ ميناء الداخل الأطلاسي ومهيريز وكذا الميناء ديال القويرة فهنا موريطانيا من اللي سمعت هاد الموانئ وسمعت بالمغرب كذلك غدي يبني مطارات ومناطق صناعية وطرق بحرية فهنا التوجس الموريطاني خصوصا مع المغالطة اللي كتمررها الجزائر فبطبيعة الحال هالتوجس جاء من الجزائر واللي كتحرضها على المغرب بجدي ما تبقى العلاقة متوترة خوفا من الجزائر أن العلاقة تكون جيدة مع المغرب وخوفا من أن موريطانيا تسحب الاعتراف ديالها من مرتزقة البوليزاريو وتعترف بمغربية الصحراء ومدام أن موريطانيا هي طرف النزع وبالتالي إنهاء الميل في الصحراء المغربية وهذا الشيء اللي ما بغيهش الجزائر لأن الجزائر بغيه هاد الميل في طوال وبغيه دائما تعيش على أمل أنها شنار توصل للأطلسي لكن الملاحظ أن موريطانيا ومع الرئيس الحالي اللي هو ولد الشيخ الغزواني كيعرف مزيان أن المصلحة دي الموريطانيا هي مع المغرب وأن ازدهار المغرب غادي يكون معه ازدهار موريطانيا لأن هاد المشاريع واللي يخدم عليها المغرب غادي تكون إيجابية للغاية لأن نمو مدينة مغربية على الحدود الموريطانيا سيؤدي إلى تكامل اقتصادي بين المغرب وموريطانيا وغادي تزدهر الأعمال التجارية الحدودية خاصة أن المغرب من بين أكبر ثلاثة دول إفريقية في الجانب السياحي فالمغربة كيتمنوا أنهم يزوروا مدينة القويرة يعني ما كان شيء مغربي تسولوا تقولوا واش تقدر تمشي للقويرة يعني أي واحد كيتمنى أنه يزور مدينة القويرة وكان يقول كنت من أن نعيش في هذه المدينة السياحية نظرا للمناخ اللي فيها هذا المناخ اللي هو معتدل على طول السنة كذلك أخواني أخواتي منطقة سياحية بامتياز منطقة جميلة جدا فما كان شيء مغربي اللي يكره يمشي لهذه المدينة فأكيد أن الزوار ديال المدينة القويرة من السياح المغاربة قد يكون لهم الفضول باش يمشيوا الموريطانيا علاش لأن موريطانيا أو نواضيبو بما أنها تبعد غير بكيلومترات قليلة يعني ممكن أن السياح المغاربة اللي يمشيوا للقويرة غادي يوصلوا حتى نواضيبو وهكذا موريطانيا حتى هي غادي تستفيد من السياحة المغربية ومنسوش أن اليد العاملة بموريطانيا هي رخيصة وبالتالي المستثمري المغاربة غادي تشجعوا باش يفتحوا استثمارات مصانع معامل في موريطانيا علاش لأن اليد العاملة شو يرخيصة إذن غادي تقلص البطالة في موريطانيا أما من جهة موريطانيا كذلك ومنسوش الموضوع اللي تكلمنا عليه أن موريطانيا تترقب أسواق الغاز العالمية يعني دخول موريطانيا كلعب جديد في هات الصناعة ومقبلة على إنتاج كمية ضخمة من الغاز كذلك منسوش أن موريطانيا عندها الحديد وبالتالي وبالتالي هاتشي كامل غادي ساهم في استقرار إمدادة طاقة المصانع واللي غادي يتم بناءها في المناطق الجنوبية وكذلك الحديد واللي كيتوفر عليه موريطانيا فهنا غادي يكون واحد تعاون مشترك والذي سيعود بالخير على البلدين لأن موريطانيا مننا وفينا دم ودين ونسب وعرق فالمغرب لن يأتي منه شرا أبدا وقالها صاحب الجلالة لن يأتي مننا شرا فقوتنا من قوتهم من المستحيل أن يمس المغرب موريطانيا فالمغرب بغي يعزز تنمية المستدامة للشعبين سواء الموريطاني والمغربي فيجب على القيادة الموريطانية أنها تعرف باللي المصلحة ديالهم ومستقبل ديالهم مع المملكة المغربية الشعريفة فدائما المغرب رغمك تهم مش المصلحة ديال بلاده بحده بل المغرب أو صاحب الجلالة لن يتكلم عن المشاريع الإفريقية أو المشاريع المغربية بإفريقيا فهو كتهمه حتى المصالح ديال الدول الإفريقية بغي يعزز تنمية المستدامة للشعبين أو للشعوب خصوصا للشعبين الموريطاني والمغربي فيجب على القيادة الموريطانية أنها تعلم أو أنها تعرف أن المصلحة ديالها أو المستقبل ديالها مع المملكة المغربية الشريفة لأن المغرب يسعى جاهدا لتطوير المنطقة ويخرجها من العزلة ويخليها تعرف واحد القفزة النوعية في مختلف المجالات إذن إخواني أخواتي المغرب بغي يطور من المنطقة عكس ما يروجون له يعني مرتزقات البوليساريو أو الأعداء ديال المملكة المغربية الشريفة واللي الهدف ديالهم هو الوصول إلى الأطلسي وهذا حلم عمره ما غادي يتحقق فالمجد والخلود لمملكتنا المغربية الشريفة وعاشت المملكة المغربية الشريفة والله الوطن المالي دمتم في رعاية الله شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته